اشتركوا في القناة غض النظر عن عقيدة الولاء والبراء في سبيل جمع الكلمة لمواجهة اعداء الله ورسوله هذا سؤال غريب عجيب يدل على ان كثيرا من المسلمين ان لم نقل اكثر المسلمين انهم لا يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمين ان يقاتلوا اعداء الله وان يحاربوهم وهم كما وصف السائل نفسه متفرقون الى شيع وى احساب كثيرة كيف يعقل هذا السائل ان نترك البحث في الله عز وجل الذي كان من العقيدة الاولى التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وربك فكذر وقوله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله فاذا كان مسلمون مختلفين في فهم هذه الكلمة الطيبة كيف يستطي هؤلاء ان يكونوا يدا واحدة في ملاقات اعداء الله ومحاربتهم كأن هذا السائل وانفاله يريدون منا ان نعطل شريعة الله عز وجل وبتعطيل شريعة الله نستطيع ان نلاقي اعداء الله هذا على مذب انواس وداوني بالتي كانت يدا ربنا عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل والآية التي ذكرناها مرارا آنفا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وسائل مصيرا كيف يرضى هذا السائل وانفاله ان نعرض عن هذه الآيات البينات كلها وكيف يتصور امكانية التقاء هؤلاء المسلمين على ما بينهم من خلاف شديد ليس كما يقولون في الفروع بل وفي الاصول وليس في الاصول فقط بل في اصل الاصول وهو الله رب العالمين تبارك وتعالى وايو سنفني جدا ان اذكر هذا السائل وامهاله لقد طرنا فرحا حينما كانت تبلغنا اخبار انتصار اخواننا المسلمين الافغانيين على الشيوعين الروس وابنابهم ثم بقدر ما فرحنا اسفنا وحزننا حينما وقفوا امام بلدتين فقط من اغانستان كلها والسبب في ذلك انهم ان قوادهم ورؤوسهم اختلفوا فيما بينهم وتنازعوا وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فهذا السائل لا ينتبه الى ان الخلاف الذي اشار اليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة والسبعين فرقة وان الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام واصحابه حينما يتكتل المسلمون على هذا المنهج من الكتاب والسنة وما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يمكنهم ان يلاقوا اعداء الله عز وجل اما ان ندع القديم على خدمه كما يقولون وان نحاول الاجتماع والتلاقي في سبيل محاربة العدو فهذا امر مستهيل والآية وغزوة هنين ونحوها من اكبر الامثلة على ضرورة توحيد كلمة المسلمين ولن يمكن ذلك ابدا الا على اساس من كتاب السنة ولآية السابقة تكفيكم ان شاء الله دلالة فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وعسن تأويد اشتركوا في القناة